طيب نروح بقى يعني بصراحة لقبلة فاهيتة قبلة فاهيتة يعني انت مخللنا فاهيتة بتقول الكلمة احنا كستك كلها بنجري ورجالة ونضحك ايه ده ايه خريب بيتك ايه ده انت فعلا حاسة بالله احنا عايزين نقوله طيب من تواصل الكاراكتر ده ازاي الشخصية دي من حضرتك يعني صاحب كاراكتر قبلة فاهيتة وانا انا مش صاحب الكاراكتر انا كنت ليد ريتر بتاعي للبرنامج فالكاراكتر كان معمول واللي عاملوا اتنين رجالة مدالها مستغربة ان انتوا كل لكم رجالة كلها اللي عاملها قبلة فاهيتة يعني انتوا بتكلموا عشخصية ست موهبة جبارة بس الفكرة في ايه ان انت علشان تتكلمي بلسان واحدة ست لازم تفكر ست بتفكر ازاي بالضبط انتوا دخلتوا جوه المصنع هنا علشان تعرفوا هي هتقول ايه وتعمل ايه كان فيه فيلم اسمه از جود از جيت بتاع جيك نيكلسون كان هو طالع من دور مؤلف ومعروف ان هو بيعرف يكتب عن الست كويس جدا في بيات الفيلم الست بتقوله انت ازاي بتقدر توصل لتفكير الست ده قال لها بتخيل الراجل وباشل منه العقل والمسئولية راجل باشل منه العقل والمسئولية صح طب خلينا طبعا ان هو في الاخر اكتشف في الرحلة بتاعت الفيلم ان هو طول الرحلة اتعرف على ست كل حاجة هو كان بفاكرة غلط الست دي عندها عقل وعندها مسئولية اكتر منه اكتر من رجالك ست كان يفهم الناس في الاخر ان الست دي عندها كل حاجة يعني عقل ومسئولية ومشاعر بس وجه نتنظره طلعت في الاخر غلط طلعت في الاخر غلط